هنا راني نقول لك مدنية مشي أسكرية بوجهة النظرة تاعك لأنه علاه لأنه في الدستور راهوا يبين صلاحيات تاع المؤسسة العسكرية يبين صلاحيات تاع المواطن والحريات وكما نقولو الأمور اللي نتعلقها بالمواطن الكامل نكتوبها في الدستور ذرك احنا كنروحوا لشعارات العائمة كي يقول لك مثلاً لجينيرو ألا بوبان يعني أسكو في تفكيرك انتاع من أردين باللي الجينيرالات كل ما يسوهوش يقول لك مخابرات إرهابية يعني تضرب هناك تضرب في واحد البلاسة لأنه خارج شوكي كان أخطاء كان التعذيب كان أمور كان بزار شكل يتكفل بالأخطاء هذي هو القانون دول القانون والعدل هنالذو كنمدوا شعار عائم شعار هذا نقدرنا نقولوه نقول لك مدنية مشي أسكرية نص الناس دروك لو كنت سقسين في الجزائر الناس مش وعية يقول لك هذو اللي يقولوا مدنية مشي أسكرية حبوا ينحيوا الجيش وحنا عندنا خط أحمر يعني يفصل الجيش على الشعب تاعه وفصل الشعب على الجيش تاعه وهذا هو الخط الأحمر اللي حاطوا هنا مانيش حاط خط أحمر وحد أخر إذا نحن رح نتحدثوا موش على أساس أننا مستوى شوية والأكاديمي والعندنا الأخر نتحدثوا على عامة الشعب لأنه علىها ركتم قرر رسالة مثلا لو كان تهدرت بالقانون رح نهدلك بالمادة ونهدلك طاوعة القانونية وهو قال فلان وقال فلان وقال فلان ونروح بس حكي نتحدث مع العامة تاع الناس بش نوصل المساج ونروح لهم بطريقة سهلة كما نقولو بس حالة الشعارات تبقى عائمة قويلة الحواج خورين تقول أسأل 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 كيف تقول لهكذا المنطقة التي والمنطقة العام يعني الإنسان كي يسمع كي يسمع واحد خارجي واحد إنسان خارج على النطاق تعنا على السياسة بتاع الجزائر وشي وشي يفهم يقول باللي مدنية ماشي عسكرية دياراس برهابية شكون اللي يخرج اللولاني اللي يخرج باشي بي ويهضر ويقول بمدة فلانية وكذا 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 المسؤول المسؤول اللولاني تعالبلاد المسؤول يعني قبل ما يجي الرئيس الجمهورية وهو وزير الداخلية أو وزير اللوكار لگاردسو المنیست دياراس بلالج جزتس غير ها ديشاب ها دا دا مصنع خارجي كم الفكر تاعد الشعب ها دا لارو يقول إرهابية وأعلاح قال كلمة إرهابي وأعلاح دا صورت الفمو الفكر التاعو إرهابي سيكي يكيكي شوز يعني تشوك سافد الوشح بيقول إرهابي يعني أن تيروريست كالكي تيروريز كالكي تيفي دو مال أكل كالك غروب ولا اندبيدول هذا تيقول شعب شي هذا سيكي شعب واحدة هذا الناس اللي كانوا يقولوا مخابرات إرهابية نفسه موما اللي حرقوه هذا الشخص حرقوه في المنطقة القبائل أماني معاك سؤال بركة عمي نوردي سؤال بركة عمي نوردي دركن وإخونا جمالك فهمات والتحرق يعني هذا عمل إرهابي ولا مش عمل إرهابي يعني دركن دخيق عمي نوردي ناساسينا ماشي كيفي ناساسينا أخ نوردي من فضلك أخ نوردي باش نسمع بعضنا البعض ما تدفعونيش باش نغلق لكم الميكروفون شوف اسمحلي هذه النقطة اللي انت تكلمت عليها النقطة هي نفسها اللي حثت سيراعة في مؤتمر الصمام واللي أدت إلى إعدام عبن رمضان هي نفس النقطة اللي حثت شرخ بين أفراد الجيش نفس النقطة اللي هي حثت شرخ بين هذين ناسراهم في الخارج ونس في الداخل نفسها نفس الصراع هذا كواللي كاد يعصف بالثورة وكاد يعصف بالتلاحم من الجزائريين اللي هما كان العدو نتحم واحد هذا الناس اللي هما يتكلموا في هذا الموضوع انت قبل ما تروح لهذا الشعار هذا انت الدولة المدنية والعسكرية وهذه انت الأولوية انت الداخل من الخارج لأنه هذا الشعار قديم موش جديد أولا كيفاش انت دير تلاحم بين الجزائريين وتبني الدولة انت على المؤسسات ودولة الحق والقانون ودولة العدل فيما بعد انت تأسس لهذا الدولة المدنية من خلال الأفعال تقول لي هذي الشعار هذا اللي رك تكلم فيه يقول لي تحصيل حاصل تحصيل حاصل تأبني دولة المؤسسات ودولة العدل والقانون فيما بعد انت ركت جيل الأمور هذي كنت مدنية مش عسكرية تجيلية فيها في وقت سابق اذا كان رأهم هذو عسكريين تغاو والله كذا والله هم حبوا يفرضوا نمط معين والله تناقش انت هذا الموضوع تناقشوا في البرلمان مش في القهوة مش في المرشي تناقشوا في البرلمان لكن تأسس انت تأسس لهذا الدولة تخدم لها اما هو انك انت تديرها كشعار ويقول لي هذا يضر في هذا هذا اوه ما نديرش نديرش علي هذا وعبلوي هذه المستويات هي اللي ترضيطة الحركة هذه المستويات هي اللي يا رأها تعيق في التغيير في البلاد هذه المستويات هي اللي رأها تحطم في كل بذرة وتحطم في كل مشروع وتحطم في كل فكرة هذه المستويات هي اللي ترضيط wszystkich البلاد باختصار الناس اللي هوم أراهم في الوقت انتاع مؤتمر الصمام نقشوا هذه المسألة كانوا هما يريدون مثل ما قلتها في تحكم في المسار تع الثورة لأن المسار تع الثورة كان ماشي كانوا مصنفين بومدين وبنبلة وهذه الناس اللي يفكروا يفكروا بالتفكير العروبي الإسلامي هذه الحقيقة وناس آخرين كانوا يفكرون بالتفكير علماني تفكير فرانكوفوني وكان فيه هذه الفكرة أرادوا هو أن يعزلوا هذا القيادة نتاع الجيش وأرادوا أن يعزلوا الناس اللي كانوا في الخارج مو منهم بنبلة هذه هي وبقات هذه السراعات الناس رهم يردوا فيها يردوا فيها من أجل التحكم في المسار تعالح الحراك وحبين يمشيوه ويبنيوا الدولة اللي يحوسوا عليها يا أخويا أرواح نبنيوا الدولة مع بعض نبنيوها مع بعض عربي وقبيلي وشاوي ونقدموا ونت قبيل كنت تكلم أنت على الناس اللي عندهم كفاءات نقدموا أهل الكفاءات نقدموهم نقدموهم فيما بعد لما أنت تبدأ بهذا اللغة الإقصائية لا تنتظرش أنت فيما بعد أنت تبني مستحيل كي تبني مستحيل كي تبني لازم يكونوا الناس يتعاملوا مع بعض تعاملوا مع بعض نعطيك الكلمة لأخ سليمان نضرك نعطيك الكلمة تبني الناس واحدة واحدة تمشي الناس واحدة واحدة فهمت لا تستطيع أنت تناقش هذه ليس موضوع ليس موضوع تناقشها الآن مثل الناس اللي كانوا يقولوا في التسعينات سنحرر القدس والبلاد اللي وقفتنا في الطريق الآن علي بالحاج سيحوص غري ينتقل من القبة للباب الوات فهمت انت رك ريح أنت الواحد تقولوا هاني جاي ليك هاني جاي ليك هاني راح نديروكم هاني راح نديروكم مثل ما كانوا يحكيوا في الصيف اللي فات العام هذا تحرق واسمه تسخن فرنسا على الحطب عشية الغابات كلها محرقة في البلاد على وش رك تسخن انت هيا الناس رحا في فرنسا رحا تتفركس على الشواطئ انت على البحار وراه لما يمشي لهم 24 إلى 24 وما عندهم مش مشكلة للأكسيجان وانت على وش رك تتبخر ها على هذا الانطاريات لماذا؟ لماذا؟ على هذا الفنتازية إلى متى؟ يا أخويا أنا رانيحة بنبني بلا دين بنها بالعقل تبنيها على مراحل وتبنيها بناس اللي يفكروا ممشي مجانين كينين ناس اللي هما يثيروا بعض الأشياء بغية الفتنة بغية تقسيم الشعب باش يولي هذا ضد وهذا معا احنا نحاوسو على جلباش اولا نتخاواه مع بعضنا البعض كين مواضيع مش وقتها مش وقتها جي ربما فرصة واحدة اخرى لما يرتفع المستوى انت على الوعي تصل الناس المستوى من الثقافة ومن بعد تجي الناس واحدة واحدة اللي تجسيد احلام راك انت تحلم بها ولا دي انت الناس ما زال يقفتح يرزق راح يدخل انت في صراع مع قيادة الجيش واللي هي راح حاكم السلطة في كل شي في يدها تما زال يفتح يرزق ما زال ما درتوالو وانت قاعد تخمم لي في الدولة فاش راح تدير هاو هاو تدير واحك بل راح فتنة مشتاعلة راح حرب طاحنة ضربة البلاد راح هال ملايين تعيشوا هدا يودي راح مأساة راح مازال الى تاريخ اليوم الناس مازال ما تخلشش من المأساة كان الناس اللي راح عندهم اكثر من 25 سنة لبره في الخارج ما شافش مماليه ومن بعد اخويا نهار اللي نحنا نطق فيو هاد الفتنة وسمو تخلق انت ماناخ من خلال برامج من خلال الملتقيات من خلال المؤتمرات من خلال الحوار من خلال الاجراءات تخلق انت ماناخ تبدأ الامر تمشي شوية بشوية ترجع ثقة للناس تبدأ الناس تستثمر تبدأ الناس تخدم ومن بعد بشوية بشوية ورح وكل واحد راح هالي انت اشغل جاب لحنش للحصادة انت عوو فهمت هذي هي باختصار ما نشعرف اللي فهمت المثال هذا بالقد بالخلال